أكد استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية حول أداء حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور مائة يوم على تشكيلها الثاني أن المشكلات الاقتصادية صنفت كأهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم حيث أظهرت النتائج أن 86% من مستجيبي العين اعتبرت أن الوضع الاقتصادي السيء هو الأهم و28% اعتبروا أن البطالة أهم مشكلة وأن 21% اعتبروا أن ارتفاع الأسعار أهم مشكلة أما الفقر فقد اعتبره 27% المشكلة الأهم وحول الوضع الاقتصادي للأسر اليوم مقارنة مع الـ 12 شهرا الماضية فقد اعتبر 9% من مستجيبي العين الوطنية الوضع بأنه أفضل فيما اعتبره 57% بأنه الأسوأ فيما اعتبر 34% أن الوضع الاقتصادي لم يتغير وحول توقعات الوضع الاقتصادي للأسر في الـ 12 شهرا المقبلة أظهرت النتائج أن 24% توقعوا أن يكون أفضل من الآن فيما توقع 43% بأنه سيكون أسوأ وتوقع 30% بقاء الوضع على ما هو عليه أما عينة قادة الرأي فقيم 5% منهم الوضع الاقتصادي للأردن اليوم بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بالـ 12 شهرا الماضية في حين قيمه 23% بأنه لم يتغير بينما قيمه 71% بأنه أصبح أسوأ في حين توقع 19% من أفراد عينة قادة الرأي أن يكون الوضع الاقتصادي للأردن أفضل مما عليه الآن في الـ 12 شهرا المقبلة فيما توقع 21% ببقاء الوضع الاقتصادي على ما هو عليه الآن وتوقع 58% بأن الوضع الاقتصادي للأردن سوف يكون أسوأ وحول مستقبل العلاقات الاقتصادية بيّنت النتائج أن 82% يرغبون أن تكون العلاقات مع السعودية أقوى فيما يرغب 74% بأن تكون العلاقات أقوى مع تركيا و67% يرغبون بتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في حين ترغب 63% أن تكون العلاقات مع إسرائيل أقل مما كانت عليه كما يرغب 59% تقليل العلاقات مع إيران في حين يعتقد 89% من المستجيبين أن زيادة التعاون مع العراق ستؤدي إلى تحسن الاقتصادي في الأردن فيما يعتقد 68% بأن استئناف العلاقات مع سوريا سيؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي في الأردن الظروف الإقليمية التي تواجه دول المنطقة أثرت على مستوى حجم الاستثمارات الجديدة في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية فيما أكد مستثمرون أن المنطقة ما زالت جاذبة للاستثمار وهي تحتاج إلى تحسن في بعض خدمات البناء التحتية التفاصيل في هذا التقرير إغلاق الحدود مع أهم الأسواق الرئيسية للمملكة انعكس على نمو حجم الاستثمارات الجديدة في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق القريبة من المعابر الحدودية مع سوريا والعراق والسعودية الآن أصبح عدد المصانع القائمة في هذه المنطقة عندنا 14 مصنع عامل وتسع مصانع قيد التصميم وخمس مصانع قيد الإنشاء مشاريع التطوير في المنطقة التنموية في المفرق والتي تبعد ستين كيلو مترا شمال شرق العاصمة عمان تأثرت أيضا بإغلاق الحدود جراء الأوضاع السياسية في دول المنطقة أبرزها مشروع الميناء البري بخصوص الميناء البري هناك لجنة مشكلة من أمناء عامين الوزارات المعنية وهيئة الاستثمار وتم التنسيب لمجلس الوزراء للمباشرة بإنشاء الميناء البري وإن شاء الله أنه قريبا عندما يصدر قرار مجلس الوزراء سيتم المباشرة فيه ورغم هذه الظروف واصلت المنطقة تطوير عملها بإضافة قطاعات إلى عملها أبرزها قطاع الطاقة الشمسية في حين أجلت مشاريع قطاع السكن والخدمات التجارية فيها تم إضافة القطاع التوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية واستوعبت المنطقة ثلاثة مشاريع بقدرة 150 ميجا على ثلاث شركات مستثمرون في المنطقة التنموية في المفرق أكدوا أنها ما زالت جاذبة للاستثمار رغم أن الأوضاع السياسية في الدول المجاورة أثرت على حجم العمل في المنطقة كما أنها ما زالت تحتاج إلى تطوير في بعض الخدمات نقصنا بس أنه يعني ياريت لو استكملوا شبكة الصرف الصحي الأسواق الخارجية وضعنا جيد فيها لكن شو نعمل؟ ظروف المنطقة لكن إغلاق الحدود اتجاه سوريا واتجاه العراق بالتأكيد بيعطي أثر سيء على التصدير وضع خطة لتسويق المنطقة استثماريا رغم التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة والإقليم يبقى التحدي الأكبر أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار عضوى مجموعة البنك الدولي عن دعمهما لمشروع تصميم وإنشاء وتشغيل محطة جديدة للكهرباء بقدرة 485 ميجاوات في منطقة الزرقاء الصناعية وأعلنت الجهتان في بيان صحفي مشترك أن الدعم جاء لتعزيز إنتاج الكهرباء والمساهمة في الحد من تغير المناخ حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجه عند التشغيل نحو ثلث متوسط تكلفة الإنتاج الحالية في الأردن وتقدم مؤسسة التمويل الدولية استثمارا يصل إلى 75 مليون دولار في هذا المشروع كما تساعد في توفير قرض بقيمة 200 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين فيما ستقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانا لمدة 20 عاما للقرض التجاري تصل قيمته إلى نحو 216 مليون دولار وقعت الحكومتان الأردنية والأمريكية اليوم اتفاقية منحة القمح الأمريكية للعام الحالي بحجم 100 ألف طن وبقيمة 18 مليون و700 ألف دولار ضمن برنامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم الاتفاق على استغلال عوائد بيع القمح التي سيتم توريدها على دفعتين الأولى في شهر أيار القادم والثانية خلال شهر تموز أو آب لتنفيذ مشروع عشيدية الحسى عمان المرحلة الأولى في قطاع المياه والذي سيكون رديفا استراتيجيا لمشروع ناقل البحرين من خلال استغلال المياه العميقة وتعد هذه المنحة الاستثنائية الرابعة حيث استفادت المملكة خلال العامين 2011-2012 من منحتي قمح أمريكية بحجم 50 ألف طن لكل منهما وبقيمة 36 مليون دولار وفي العام 2015 استفادت من منحة أخرى بحجم 100 ألف طن وبقيمة 25 مليون دولار عوائدها ذهبت لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات الزراعة والمياه والغداء تراجعت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوياتها فيما يزيد عن أسبوع مع صعود الدولار قبيل قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والذي يتوقع أن يظهر توجهات السياسة النقدية خلال هذا العام واستقرت العقود الأجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1212 دولارا للعنصة ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم غد في أول قرار له يتعلق بالسياسة النقدية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب حيث ينتظر المركزي مزيدا من الوضوح بشأن السياسة الاقتصادية للرئيس الجديد